واشنطن تجدد دعوة مليشيا الحوثي لوقف هجماتها على البناء التحتية في اليمن تضاعف معاناة أكثر من 80 ألف أسرى نازحة في مأرب مع بدء موسم الشتاء مؤسسة الكهرباء تحذر من خروج محطات التوليد عن الخدمة كليا وتطالب بسرعة توفير الوقود منظمة الصحة تعلن علاج 2255 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد في اليمن السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة معكم أنا شادي نجيب وسامي السامع جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموتي ليندر كينغ دعوته لمليشيا الحوثي لوقف هجماتها على البناء التحتية في اليمن وجاء ذلك خلال لقاء ليندر كينغ مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر والسفير الأمريكي لدى اليمن سيفن فاقين والقائم بعمال السفارة الأمريكية في الرياض مارتين استرونغ وحيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ أكد خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض أن اليمنين ودول الجوار والمجتمع الدولي متحدون وراء جهود تحقيق السلام في اليمن من جهتها هاجمت مليشيا الحوثي تواجد الأمريكي في البحر الأحمر بعد أسابيع من تهديدها بالسينة في هجماتها على خطوط الملاحة الدولية واعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا حسين العزي تبر تواجد القوة الأمريكية في البحر الأحمر تهديدا للملاحة وعملا غير قانوني ودعى واشنطن إلى احترام ما أسماه القوانين الدولية والوقف الفوري لكافة ممارستها التي قال إنها قد تعرض السلم والأمن للدوليين للخطر في شهر بريل الماضي أعلنت البحرية الأمريكية تشكيل قوة جديدة مع الدول المتحالفة للقيام بدوريات في البحر الأحمر لمواجهة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات بعد سلسلة هجمات منسوبة للميليشيا في الممر المائي اعتبرت إيران اتهامات أمريكا لطهران بتزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح استمرارا لسياستها الخاطئة في دعم عملية تحالف السعودي الإماراتي باليمن وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي إن إعلان البحرية الأمريكية يقاف سفينة إيرانية تحمل السلاح وهي في طريقها لليمن مزاعم لا أساس لها من الصحة وتهدف للاستغلال السياسي وكانت البحرية الأمريكية أعلنت السبت الماضي اعتراض سفينة صيد تهريب أو تهرب أكثر من 50 طن من الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ بخليج عمان أثناء بحارها في خط بحري من إيران إلى اليمن كشف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول قوات الجيش إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014 وقال البركاني خلال فعالية في مدينة المخى بمحافظة تاعز إنه عندما كان الجيش في فرضة نهم شرق صنعاء يحقق الانتصارات ويزحف باتجاه صنعاء أبلغ السفير الأمريكي أن ذاك رئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر بأن صنعاء خط أحمر ووصف البركاني ذلك بالتأمر الفضيع الذي قال إنه لا يزال قائم متهماً للغرب بإمداد الحوثين بكل سبول النجاح ودعا إلى إسقاط ما أسماه وثيقة الغدر الذي صنعه الغرب لإنقاذ ميليشيا الحوثي مؤكداً أنه حان الوقت لتحريك كافة الجبهات العسكرية وفي شهر أكتوبر الماضي هاجم البركاني دعوات الغرب للسلام في اليمن معتبراً إياها مجرد ملهات وإسقاط واجب وكانت قوات الجيش وصلت عام 2016 إلى فرضة نهم شرقي صنعاء قبل أن تستعيد ميليشيا الحوثي سيطر عليها مطلع 2020 ومن هنا ندعو إلى إسقاط وثيقة الغدر والخيانة المسمى وثيقة السكهولم ندعو إلى إسقاطها الوثيقة التي صنعها الغربيون لإنقاذ الموليشيا الحوثي الإرهابية ليس إلا كما هي عادتهم بإنقاذهم كل ما أشرفوا على الزوال ومن إسقاطها إلى فرضة نهم حينما كان الجيش الوطني يحقق الانتصارات ويزحف على صنعاء أبلغ السفير الأمريكي آنذاك الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء يومها بأن صنع خط أحمر ذلك هو التآمر الفضيع فمن السكهولم إلى فرضة نهم المؤامرة قائمة وها هم اليوم يمدون الحوثي بكل سبل النقات بالرغم أنه لم ينفذ بندًا واحدًا من إتفاق السكهولم ولم نسمع لإصدقائنا في الغرب موقفًا صادقًا يكبح جماح المستهتر والمتخلف بل على العكس يدللونه ورغم أنه قعل اتفاق السكهولم مقرد ورقة بأيدينا فلتسقطه وإلى الأبد دعا رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليم الحكومة إلى حجد موارد الدولة اللازمة لخدمة المعركة ضد مليشي الحوثي في ظل تصاعد هجمات العسكرية وحتى العليم الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية وحجد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل سعادة الدولة وإنهاي انقلاب مليشي الحوثي المدعومة من النظام الإيراني وصعدت المليشي مؤخراً من عمليات العسكرية في عدد من الجبهات وباتجاه الموارد النفطية بالتزامن مع فشل جهود إحياء الهدنة التي تصطدم باشتراطات الحوثيين ما بدأ وكأنه ضغط دولي لإتاحة المجال للحل السياسي اتضح أنه فخ والغرض من تقييد حركة الشرعية وسلب قرارها وتحييد مسارها العسكري بعد أكثر من سنتين من توقف المعركة باتجاه صنعاء تتوقف معها آمال إنهاء الانقلاب إذ كشف رئيس البرلمان سلطان البركاني أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغطا لمنع دخول الجيش إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014 البركاني دعا في تصريحاته المثيرة إلى إسقاط اتفاق ستوك هولم الذي اعتبره وثيقة صنعها الغرب لإنقاذ ميليشيا الحوثي وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها رئيس البرلمان المجتمع الدولي ومواقفه واصفا إياها بأنها مجرد ملهات وإسقاط واجب تصريحات البركاني تزامنت مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الحكومة لحجد موارد الدولة اللازمة لخدمة المعركة ضد الميليشيا مراقبون يعتبرون تصريحات المسؤولين في الشرعية على قطيعة مع الواقع خصوصا مع رغبة التحالف في إنهاء الحرب من خلال مفاوضات سرية مع الانقلابيين برعاية عمانية وخلال الشهرين الماضيين ومنذ انتهاء الهدنة الأممية كثفت ميليشيا الحوثي عملياتها العسكرية نحو المنشآت النفطية وعدد من الجبهات في خطوة تصعيدية تؤكد رفضها لخيارات السلام ما لم تكن في تلبية مصالحها وأهدافها حذر عضو المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني في إنشاء أي ميليشيات مسلحة خارج الأطر الرسمية في محافظة حضرموت في ظل الاستمرار استمرار محاولات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف لإنشاء تشكيلات مسلحة وأشار البحسني خلال زيارته قوات حماية الشركات إلى أنه يمنع في حضرموت قيام أي تشكيلات مسلحة غير دستورية حفاظا على المحافظة من الانزلاق نحو الفتنة ونحن نهدف إلى بناء جيش وطني قريب إن شاء الله يجب أن يؤتمر فقط دستوريا بالقايد العلا والقايد العلا هو الرئيس في البلد على مستوى المحافظة وزير الدفاع أيضا على مستوى المحافظة موجود محافظ رئيس اللجنة العمنية نريد جيش واحد فقط يؤتمر بهذا المدعي التي ذكرتها لا نريد ميليشيات لا نريد عدد جيوش اليوم قد يتظاهر البعض أنه وطني ويريد من جامعة عسكرية تمام يا أخي لكن في نظام للعمل في جيش في مأسة عسكرية وفي مقاومة إذا أنت وطن انتحق بالمقاومة يمنع في حضرموت قيام أي وحدات عسكرية غرد السوري واجهنا هذا الكلام خلال السنوات الماضية وأعيدوه وكرر مش اللي شيء لمصلحتكم والحفاظ عليكم والحفاظ على آخرين أيضا من انزلاق وإلى الفتنة في موضوع آخر كشفت وكالة سبا عن تواجد لجنة من التحالف السعود الإماراتي في العاصمة الموقعة عدن تحت مسمى الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة الذي يعاني من خلافات بين عضائه ذكرت الوكالة أن رئيس مجلس القيادة رشاد العاليم التقى رئيس الفريق عبدالهادي بن جبران آل مالح لبحث تصعيد الحوثي على المنشآت النفطية وتداعيته على الأوضاع الإنسانية وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين لافتة إلى أن اللقاء أكد أهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة الحوثيين مجالس لجان وفرق والمنبع واحد السعودية فلم تمضي ثمانية أشهر على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الجمهورية اليمنية حتى شكلت السعودية فريقا لدعم المجلس حيث أوفدت الرياض في الثالث من ديسمبر الفين واثنين وعشرين لجنة رسمية إلى العاصمة المواقة عدن تحت مسمى الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة وبحسب وكالة سباير رسمية فإن الفريق الذي يرأسه عبدالهادي آل مالح ناقش مع رئيس القيادة رشاد العليمي هجمات الحوثيين على المنشاة النفطية اللقاء السعودي اليمني أكد أهمية وحدة الصف في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من إيران وهي الوحدة التي تكرر الحديث عنها منذ بداية تاسيس مجلس القيادة ولم تصمت كثيرا بسبب تعرض المجلس لتصدع داخل بعد تسيّد الخلافات بين أعضائه بدأت الخلافات التعصف بمجلس الثمانية إثر استحواذ الانتقال على معظم قرارات الرئاسي والسلاء قواته على شبو وأبين وتصعيدها في حضر موت وهو ما تسبب بتوقف انعقاد جلسات الرئاسي وخروج خلافاته إلى الروقة الإقليم والعواصم الدولية أدت الخلافات إلى مغادرة العليم عداً إلى الرياض التي وفق مراقبين ناقش فيها مع المسؤولين السعوديين أزمة الصلاحيات وهي الصلاحيات التي لا تزال غامضة منذ تاسيس الرئاسي في السابع من أبريل الفين واثنين وعشرين مطلع ديسمبر الجاري أجر العليم زيارة إلى الإمارات برفقة عدد من أعضائه فسرت من قبل محللين لاحتواء الخلافات بين أعضاء المجلس وفي الثالث من الشهر نفسه عاد العليم إلى عدن وحيداً حتى من عيدروس الزبيدي الذي يوصف بالحاكم الفعلي لعدن اللافت أن العليم بعد عودته ظهر مجتمعاً للفريق السياسي والعسكري السعودي الذي حامت حوله أسئلة كثيرة هل تواجد الفريق في عدن لوضع حد للتباينات داخل مجلس القيادة أم لحل الخلافات السعودية الإماراتية فيما يبقى السؤال الأهم دون إجابة ما الذي تريده السعودية من اليمن؟ إلى المهرة حيث طالبت لجنة الاعتصام السلمي مجدداً بسرعة رحيل قوات الأجنبية المتواجدة في المحافظة وفتح مطار الغيظة أمام المرضى والمسافرين وأكد رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام سعيد عفري خلال مهرجان جباهيري في مديريته المسيلة وسيحوت بمناسبة الدكرى استقلال الثلاثين من نوفمبر قال عفري أن المهرة ستظل حقرة عثرة أمام من وصفهم بالطامعين والغزاء الجدد من خلال استمرار النضال وتوحيد الصفوف مؤكداً أن أبناء المهرة سيدفعون أو سيدافعون عن محافظتهم والسلمها الاجتماعي ومنذ نهاية العام 2017 تسيطر القوات السعودية على مطار الغيظة التي تتخذ منه مقراً للقوات المتواجدة في المحافظة إلى جانب تواجد قوات أجنبية أخرى وخلال السنوات الماضية علنت السلطات والحكومة أكثر من مرة السئناف الرحلات في المطار إلى أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع رغم المطالبات بفتح المطار في موضوع آخر شددت منظمة تسام للحقوق والحريات على ضرورة فتح تحقيق قضائي في قضية استحواذ أبناء مسؤولين كبار في الدولة على المنح الدراسية وامتيازات مالية بعيداً عن معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص وأكدت منظمة تسام للحقوق والحريات أن هذه القضية في حال ثبوتها فهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الكثير من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم في التعليم والتأهيل العالي بجامعات مصنفة عالمياً لصالح أبناء المسؤولين ودعت إلى تشكيل جبهة عريضة من نشطاء المجتمع المدني والمحامين لمواجهة تفشي الفساد الذي أصبح يعمق المشكلة في اليمن إلى جانب الانقلاب الحوثي المنظمة طالبت بوقف المستحقات المالية التي صرفت لأبناء المسؤولين والسياسيين ودبلوماسيين وكل من ثبت حصوله على مقاعد دراسية بطرق فاسدة وتعويض كل الكفاءات التي حرمت من حقها بسبب الفساد وفي السياق ذاته وجه رئيس مجلس القيادة رشاد العليم الحكومة بإلغاء أسماء المبتعاتين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة عقب نشر وثائق رسمية تكشف استحواذ أبناء وأقارب مسؤولين وقيادات سياسية على منح الابتعاث ووفق وكالة سبا فقد وجه العليمي خلال ترأس اجتماع للحكومة في عدن بتحويل المناح إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفق معايير دقيقة وشفافة ومنصفة في العام 2012 صدر قانون حق الحصول على المعلومات إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الجمهور من حق الاطلاع على قوائم أسماء الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية في الخارج صدر قانون المنح والبعثات الدراسية المعتمد حاليا في العام 2003 وحدد بشكل دقيق آلية ترشيح الطلاب أو ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج على حساب الدولة يعد الابتعاث للدراسة في الخارج وسيلة لتأهيل الدارسين وإحلال الكوادر المحلية في الوظائف العامة ورفع مستوى موظفي الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف التنمية وفق احتياجات القطاعات العلمية والوظيفية المعنية بموجب القانون فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد مسؤولة عن تنظيم عملية الإيفاد والابتعاث وينص القانون على ضرورة كفالة حق تكافؤ الفرص والإعلان بشكل سنوي عن الفرص المتاحة وفتح باب التنافس لترشيح الطلاب الأكفاء والأحق بالحصول على المنح الدراسية طوال العقود الماضية ظلت عملية إيفاد وابتعاث الطلاب تسير بعيدا عن نصوص القانون وحرم ألاف الطلاب من أبناء الفقراء من حقهم في الدراسة لصالح أبناء كبار موظفي الدولة وأقاربهم نشر كشوفات الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية كشف جانبا من عملية الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة وأظهر سيطرة أبناء المسؤولين ووجهاء المجتمع على قدر هائل من المقاعد والمنح الدراسية دون الخضوع لأي عملية تنافسية تبدأ عملية الاستحواذ على المنح الدراسية من أعلى السلم الهرم الوظيف للدولة من خلال أولاد وأحفاد رئيس مجلس القيادة ولا تتوقف نزولا حتى تصل إلى أقارب بعض وكلاء الوزارات ومن دونهم موجة الصخط الشعبي التي رافقت عملية نشر قوائم أسماء الطلاب دفعت الجهات الرسمية لإبداء بعض ردود الفعل بدأت بمقابلة لوزير التعليم العالي أجاب فيها عن بعض الأسئلة إلا أنه لم يتخذ إجراء يتناسب مع حجم الفساد الظاهر في الملف المكشوف أمام الرأي العام وكالة الأنباء الرسمية نقلت اليوم عن رئيس مجلس القيادة توجيهاته بإلغاء أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته وتحويلها إلى طلاب مستحقين إلغاء عملية الابتعاث مطلب يدعمه القانون الذي ينص على إمكانية حرمان الطالب من مستحقاته في حال ثبت حصوله على الامتيازات دون وجه حق توجيهات رئيس مجلس القيادة قوبلت بمطالبات أكثر جدية تتضمن التحقيق في عملية الابتعاث وآلياتها المعتمدة وفي بيان صدر عنها دعت منظمة سام إلى تشكيل جهاز مدني مستقل للرقابة المالية والإدارية في ظل غياب الرقابة الداخلية كشفت وثائق عن دفع الإمارات نحو ثمانية عشر مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا رفعها صحفي يمني تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن ووفق الوثائق التي نشرها موقع يمن مونيتور دفعت أبوظا بمطلع 2020 ما يعادل 600 ألف ريال سعودي لشركة محاما وكلها الصحفي عبدالله دوبلا وسياسيون آخرون لمقاضات الإمارات بتهم جرائم حرب اليمن وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسين والصحفين اليمنين عبر شركات من المرتزق الأمريكيين والأوروبيين في شهر نوفمبر من العام 2018 كشف موقع بازبيت نيوز الأمريكي أن دولة الإمارات استاجرت مرتزقة أمريكيين اغتالوا رجال دين بارزين وشخصيات سياسية في مدينة عدن حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن من خروج محطات التوليد عن الخدمة كليا نتيجة قرب نفاد الوقود واناشدت قيادة المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإسراع في توفير وقود محطات الكهرباء من مادتها الديزل والنفط الخام الخاص بمحطة بيترو مسيلة قبل خروج ما تبقى من محطات جراء نفاذ الوقود ووضحت المؤسسة أن المناشدة جاءت بعد أن عجزت جميع الجهات المعنية رغم تكرار خطاباتها المستمرة بسرعة توفير الوقود خلال الفترة الماضية ما تسبب بخروج أكثر من 40% من التوليد الحالي لمحطات كهرباء عدن مؤسسة الكهرباء عبرت عن أسفها للمواطنين جراء ارتفاع عدد ساعات الانطفاء بعد أن شهدت المدينة استقرارا للتيار خلال الفترة السابقة إلى ذلك نظم قطاع المرأة في شركة مصافي عدن ورشة عمل حقوق العاملات في القانون اليمني والعنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة 30 موظفة وجاءت الورشة التي تستمر يومين في إطار الحملة الدولية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وأكد نائب المدير التنفيذي للشركة المهندس سعيد محمد اهتمام الشركة بالمرأة من خلال تمكينها من الوظائف القيادية والإدارية المهمة في الشان الحقوقي وثقى تقرير حقوقي وقوع 3370 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي طالت المساجد ودور العبادة خلال ثمان سنوات في أربع عشرة محافظة أوضحت تقرير الشبكة اليمنية للحقوق الحرية أن الميليشيا تورطت في 109 حالات قتل خطباء وإمت مساجد ومصلين ومئة واثنتين وثلاثين إصابة وثلاثمائة وست وسبعين حالة اختطاف واثنتين وخمسين حالة تعذي الشبكة أدانت قصف ميليشيا الحوثي الجمعة الماضية مسجداً في مديرية حيس بالحديدة ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة خمس آخرين ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئة حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولية في إيقاف هذه الجرائم والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية وملاحقة قياداتها ومحاكماتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفق وكالة سبع الحكومية تتكون اللجنة من وزراء الخدمة المدنية وتأمينات والمالية والشؤون القانونية تأتي الخطوة بعد أيام من تهديد ملتقى الموظفين نازحين بالتصعيد واللجول القضاء احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب المحتجزة لشهر سبتمبر وأكتوبر الماضي واتهم الملتقى في بيان المشترك مع سبع نقابات وهيئات وزير الخدمة المدنية بإيقاف صرف الرواتب دون أي مبرر قانوني مطالبينها بترتيب أوضاع الموظفين النازحين واستيعابهم للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحافظات المحررة أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب أن أكثر من ثمانين ألف أسرى نازحة تسكن في خيام مهترئة لا تقوى على مقاومة موسم الشتاء وتقلبات الطقس وأوضح مسؤول كتلة المأوى والإيواف الوحدة التنفيذية أحمد القفيل في تصريح لبلقيص أن تدخلات المنظمات الإنسانية ضئيلة وضعيفة أمام الاحتياج الكبير خصوصاً في موسم البرد مشيراً إلى أن النازحين يواجهون نقصاً حاداً في المأوى والإيواف والمواد الغذائية وتعتضن مأرب أكبر تجمع للنازحين حيث يبلغ تعدادهم أكثر من مليوني نازح في عشرات المخيمات وفق تقديرات السلطات المحلية حيث تتضاعف معاناتهم مع حلول فصل الشتاء الذين لا يسكنون إلا في مساكن طارئة من الخيام الممزقة والمفترئة إجمال هؤلاء النازحين أكثر من 56 ألف داخل المخيمات البعيدة التي مكشوفة في الصحراء بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف أسرة في المخيمات القريبة من مدينة جميع هذه الأسر وجميع هذه الأرقام بحاجة إلى الحقيبة الشتوية جعل الشتاء من معاناتها معاناة شديدة الاحتياج شديد جداً هناك العديد من الأسر بل المؤات من الأسر التي توافد علينا في مكتب الوحدة التنفيذية بالإضافة إلى النداءات والشكاوية التي انتلقها من المخيمات النزوح لاحتياج الحقيبة الشتوية البرد كما تعلمون جميعاً أنه يسبب العديد من الأمراض للنازحين البرد كما تعلمون جميعاً أنه يؤدي إلى تذمر النازحين ويؤدي إلى أن يجعل حياتهم لا سمح الله حياة مأساوية فمن هنا من خلالكم ندعو شركاء العمل الإنساني منظمات المجتمع المدني وكثلة المعوى والإيواء في المحافظة إلى سرعة التدخل لإيواء النازحين للأسف الشديد نحن الآن في شهر 11 يعني بدأ شهر 12 عفواً قرب الشتاء أن ينتصف ولا زلنا نعاني من قلة التدخلات حجم التدخلات قليل جداً بالنسبة إلى تسبب خطأ طبي في وفاة طفلة في مستشفى عبس بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وقال ناشطون أن الطفلة شهد كوديش تعرضت لخطأ طبي تسبب بفقدان عينها بعد قيام الفريق الطبي بتركيب مغذية في أحد الأوردة القريبة من العين وفقاً للناشطين فقد تفاقم الوضع الصحي للطفلة التي كانت تعاني من السهل وتقي إلى سوء تغذية وفقدان للعين قبل أن تفارق الحياة بعد أيام من إحالة وضعها الصحي إلى أحد ما شاب في العاصمة الصناعة شيعة ابناء مديرية جبلة جثمان الطفل قيس الأمو الذي قتل برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة إب وانطلق موكب التشيع من مدينة إب إلى مسقط رأس الطفل في قرية السرايم بعزلة المكتب بمديرية جبلة وكان الطفل قيس قد قتل في منزل جده بمنطقة دار الشرف جنوب مدينة إب لسبوع الماضي وطالب المشاركون في تشيع للقض على الجنى ومحاسبتهم إزاء الجريمة التي هزت مدينة إب مؤكدين أن الرصاص الميليشيا تستهدف أبناء المحافظة دون رقيب أو حسيب هذا وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حالة من الانفلات الأمني ما ساهم في الانتهاكات وانتشار الجريمة وأعمال القتل والنهب والسط على ممتلكات المواطنين بالمحافظة في الملف الصحي أعلنت منظمة الصحة العالمية علاج ما لا يقل عن 2255 طفلا في اليمن مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية وقالت إنها تسعى لتعزيز استدامة استمرارية الرعاية الطبية وخدمات التغذية المنقذة للحياة في ست محافظات يمنية مشيرة إلى أنها دعمت 130 عاملا صحيا بالحوافز وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد في اليمن يقدر بنحو مليونين ومئتي ألف منهم 540 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد والوخيم أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة سرطان بتاعز فعالية تكريم لعدد من المتطوعين في المؤسسة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لتطوع وقال نائب مدير مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية معاذ الشريحي إن الفعالية أقيم التكريم للمتطوعين في المؤسسة الذين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة شريحة المصابين بالسرطان مشيرا إلى أن أعمالهم أو عملهم الخيري وتطوعي يخفف الضغوط النفسية والمادية عن مريض السرطان اليوم العالمي للتطوع يوما عالميا يحتفى به العالم كامل لتكريم المتطوعين في العمل الطوعي بكل قوانبهم والمسلسة الوطنية المكافحة السرطان في تعز تعمل بهذه اليوم تكريما لهؤلاء المتطوعين الذين يعملون مع أصدقاء مرضى السرطان تكريما لقهودهم وعملهم السنوي باستمرار حيث لدينا عدد كبير من المتطوعين يعملون لصالح المرضى يخففه عنه أعباء كثيرة والعمل الخيري واصل يحتاجه إلى متطوعين لكي ينجح العمل ويخففه عن معاناة مريض السرطان نظمت منظمة الحزب الاشتراكي في حضرموت حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة عياد الثورة والاستقلال والذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الحزب شدد الحفل الذي أقيم في سيئون على أهمية تطوير آليات التواصل مع كافة المكونات السياسية والشعبية بدوره أدانا سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت محمد الحامد الأعمال الإرهابية ونشر ثقافة العنف في المحافظة ودع الحامد مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة تلبية مطالب أبناء حضرموت المتمثلة في قرارات مؤتمر حضرموت الجامع فاز الصحف اليمني وجدي سالمي بالمركز الأول في جائزة أريج عن أفضل تحقيق استقصائي على مستوى الوطن العربي وجاء الإعلان في الملتقى السنوي لمؤسسة ريجي الخامس عشر في الأردن حيث تقدم للجائزة أكثر من 130 صحفيا من مختلف الدول العربية جاء الملتقى هذا العام بمشاركة نحو 3000 صحفي من الوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية إليكم تذكير أخير بالعناوم واشنطن تجدد دعوة مليشيا الحوثي لوقف هجماتها على البنى التحتية في اليمن تضاعف معاناة أكثر من 80 ألف أسرى نازحة في مأرب مع موسم الشتاء مؤسسة الكهرباء تحذر من خروج محطات التوليد عن الخدمة كليا وتطالب بسرعة توفير الوقود منظمة الصحة تعلن علاج 2255 طفل مصابا بسوء تغذية الحاد في اليمن انتهت النشرة في أمان الله ورعايته في أمان الله ترجمة نانسي قنقر